السلام عليكم معكم أخونا اسمي شوحاكيم لما يستطيع هذا أول فقرة من فقرات ما سوف يتفهم؟ شوفان عمو كنت أعرف شيئا للأسئلة جدتني على هذا الشوفان يدرك خاطرك السعر إليكم التالي ما يمكن أن نأخذ الشوفان في مرحلة تدخيم؟ ما هي الفائدة للشوفان؟ ما هو الشوفان للناس الذين يريد أن ينقصوا من الوزن أو الذين يريد أن يزيدوا من الوزن وزيدوا وزيدوا لا يزال طويلة و 50% من الناس الذين يرون هذا الفيديو ستسألوا مع ريوسهم واحد السؤال ما هو الشوفان أصلا ماذا يتكالف أو يتشرب؟ هذا هو الموضوع جدا في هذه الحلقة أريد أن تفهم كل شيء؟ تفرج في الفيديو كامل صعفين فوم السلام عليكم معكم حاكيم الماجيسين إذا كنت أول مرة ترى الفيديو من الفيديوهات لا تنسى أن تقوم بعمل وتعبونا في القناة وضروري تقدم الخاصية للجرس لكي يصل لك كل جديد وكأن واعدك لا تندم على الاشتراك و شكرا لكم 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 و كون أنت واحد من الائلة سأعطيك ثلاثة جيلة جواني لكي تطبق هذه العملية ثلاثة جوز واحد بدنا أول خطوة ما هو الشوفان؟ الشوفان أصيدي هو مصدر من مصادر نباتية وهو نوع من أنواع الحبوب مثل الشاعر والقامح إلى آخر نضركم على المكونات أو الفوائد الشوفان أول شيء الشوفان يحميك أمراض القلب والسرطان الله ينجينا و ينجيكم ثاني شيء يحتوي على الطاقة التي تحتاجها في النهار كامل مفيدة لنا كثيرا كنا نقصد بها نحن نزل سبور تحياتي المتابعين الأعزاء راني كان نرى ثالثة شيء ينظم المستوى السكر في الدم بالنسبة للناس الذين لديهم مرض السكر و سننظم لهم برنامج الرجيم ثالثة شيء مفيد للصحة بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملة و مفيد لها هي والجنين و من هنا تزاد الطفل تبقى تعطي الشوفان حيث مفيد للأطفال خمس شيء يخفف النسبة للكوليستيرول في الدم وهو أهم وجبة لكي ينظم لك طريقة و من فوق من هذا الشيء يقوي و يزيد من صحة الشعر و كان هناك الناس الذين يديرون بحل الماسك الوجهة يخلطونهم مع الحليب و يديرون وهذه مفيدة فقط اختصرت لكم لائحة مازالة طويلة و إذا جئت نقول لكم كل شي في هذا الفيديو سيصبح طويلة بزاد ولكن لا تقوموا بحلظوا أريك أن تتعرف عليه على الشوفان بالتفاصيل سوف نجعل لكم فيديو هنا عند اليوتيوبرز عادي و سيتخلي من هنا حيث ضروري التعرف على الشوفان مزيان صافي متافقي كان لكي قد تفرج فيه عادي أجي نكمله سوف نتصبح على ثلاشة واحد جوج ثلاشة والشوفان مستحكي زيت في الوزن بالصراحة لم يكن هناك شيئا سميتا هذه هي بكة زيت في الوزن وهذه هي بكة نقص في الوزن كل شيء بحل بحل الفرق فين كأنه هو نسبة لكي تشحى هي التي تحدد وما ستزدك في الوزن او لا لا كانت من المساج ديالي يكون مباين نفس الشيء في مرحلة التدخيم والتنشيط أحسن بطريقة الاستعمال وماذا تشوكل في النهار أجي دابان تعرفوا على النقاط المهم والتي هي لماذا تتمرين كامل يتمرين하지 عن الألياف والبروتين زائد الكاربيوترات والدهون والأملاك ولكن نحن عدد فعل ثلاث جهة الحوا season وهناكeks و 18 عمะ من الدهون وهو أفضل مصدر الكاربيوترات يا الله شكران وإذا تتب Attention اذا كنت أريد أن أضع عليها في الحلقة القادمة دعيها ليفتلق يالله كليك إلا باش تختار الموضوع دي الحلقة القادمة وإلا تفرح اشتفات الفيزيو كامل تخلي القناة الجانب واشوف الفيزيوهات اللي فاتوا أراها غد يعجبوك بزات البوغوس يالله نتلقى في فيديو جديد يا أعز مشابعين حكيم لوماجيسيان السلام عليكم موسيقى